إيهاب توفيق تفاور معنا والأستيس محمد يعني رجل الأعمال صاحب الفيلا قال ما فيش مشكلة أنا هتدي له خمس وبيت ألف جنيه وقبل المعاد بيوم خلف وقال لك أنا عايز ثلاثة مليون جنيه يلا بسرعة وبالخطوة السريعة فانزق إيهاب توفيق يجمع هنا علشان إيهاب توفيق في ورطة ضحك على ناس وبعلهم الفيلا مرتين وأخذ ثلاثة مليون جنيه وما حدش عارف ياخد معاه لحق ولا باطل يا طرق إيه الحكاية؟ ودي فرقعة سوشال ميديا؟ ولا إيه بالزبط؟ كل ده وأكتر هنعرفه في فيديو النهاردة خبر غريب انتشر على السوشال ميديا في الساعات الأخيرة وهو إن إيهاب توفيق متهم بالنظم وإنه ضحك على ناس وباع الفيلا بتاعته ليهم مرتين ودي مش أخبار وخلاص زي ما قلت لكم ده دفاع المجني عليه رجل الأعمال محمد مغربي هما اللي طلعوا حكوا الحكاية الموضوع كله بدأ من خلال لايف اتنشر على الفيسبوك طلع فيه دفاع رجل الأعمال محمد المغربي بيحكي مشكلتهم مع إيهاب توفيق وقالوا إن رجل الأعمال محمد مغربي قرر يشتري الفيلا من إيهاب وعملوا عقل ومضوا عليه وكله كان طبيعي لحد ما اكتشفوا إن فيه خطأ في رقم وحاول يرجع الفيلا للفنان علشان يصحح الرقم لكن إيهاب توفيق ادعى إن العقد الأصلي مش معاه وإنه ضع منه ولما حاولوا يروحوا يسجلوا الفيلا في الشهر العقاري اكتشفوا مفاجأة كمان إن إيهاب بايع الفيلا مرتين مرة لرجل أعمال ومرة تانية لأبوه وكل الأوراق رسمية مع الاتنين والاتنين صحاب حق رجل الأعمال معه أوراق بتثبت إن إيهاب توفيق باع له الفيلا وإيهاب توفيق كمان معه أوراق بتثبت إنه باعها لأبوه ودخلوا مع بعض في متاهة قانونية كبيرة ورغم إن رجل الأعمال كسب جزء من القضية لكن المشكلة لازالت قائمة والدفاع وجه رسالة لإيهاب توفيق وقال له انت بعت وخدت فلوسك على دائر المالين ولو انت عارف وساكت فالزنب عليك ده كمان كشف إن إيهاب توفيق عشان يتنازل عن الفيلا ويكتب عقد جديد طالب 3 مليون جنيه مع إنه وقت البيع أخد حق الفيلا وزيادة لكنه بيسومهم علشان ما يدهمش الفيلا وفي كل التصريحات دي اكتفى بإنه بينزي وفي كل التصريحات دي اكتفى بإنه ينزل فيديو قديم من البيعة والسمصار بيتفق معها على الفلوس يعني في رسالة ما بين السطور بيقول للمغربي ما لكش حاجة عندي ناس كتير قالت أكيد فيه سوق تفاهم وإنه أهاب توفيق عمرنا ما سمعنا عنه أي مشكلة وناس تانية بتقول إن العقود اللي مع رجل الأعمال كلها رسمية وموسقة وده معناه إنه أهاب كان قاصد تفتكروا بقى الأزمة ممكن تنتهي على إيه؟ ومين اللي معاه الحق؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات انقذوا أهاب توفيق ترجمة نانسي قنقر